نروح مع حضراتكم لموجز وأهم وآخر الأخبار مع منا تفضل يامن شكرا هدير التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العالمين بحضور رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زيد النهيان كل من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين وملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة ديوف مصر الكرام في لقاء أخوي خاص واضف أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم كما تفقد الرئيس السيسي وضيوف مصر الكرام مدينة العالمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية دعت الأمم المتحدة للتحقيق في اختيال الصحفية الروسية داريا دوجنا لتحديد كافة ملبسات الجريمة وكان جهاز الأمن الروسي قد أعلن عن وقوف الاستخبارة الأوكرانية وراء اختيال الصحفية وكشف عن اسم المواطنة الأوكرانية المشتبه بتنفيذها التفجير يذكر أن الصحفية داريا دوجنا هي ابنة المفكر والفيلسوف الشهير أليكساندر دوجنا لقيت مصرعها نتيجة تفجير سيارتها بعبوة ناسفة في ضواحي موسكو السبت الماضي أعلنت بلغاريا استعدادها لاستئناف المفاوضات مع شركة جاسبروم الروسية خشية مواجهة نقص الغاز الشتاء القادم وقال وزير الطاقة البرغاري روسين هارستوف أن المفاوضات مع جاسبروم لاستئناف عمليات التسليم بمجد العقب الحالي الذي ينتهي ديسمبر المقبل باتت حتمية مشيرا إلى أن هذا هو الحل الوحيد للحصول على السعر المقبول للشركات بعد استدعاء أرباب العمل والنقابات للدعم هذا التغيير في الاستراتيجية وتعد بلغاريا من أولى الدول التي عانت في الإبريل الماضي من انقطاع شحنة الغاز الروسي بعدما رفضت الدفع بالروبل مقابل إمدادة الغاز من موسكو حذر باحثون في الاتحاد الأوروبي من أن موجة الجفاف الحاد التي تضرب أوروبا تتفاقم وأوضح مرصد الجفاف العالمي التابع للاتحاد الأوروبي أن الجفاف يهدد نحو نصف أراضي الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن انخفاض منسوب الأنهار وانحصار الموارد المائية يؤثران على توليد الكهرباء في منشآت انتاج الطاقة ويقل لسان المحاصيل الضرعية أعلنت شرطة مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية عن سقوط قتيل وإصابة اثنين إثر إطلاق نار بحي تجاري في المدينة وأضافت الشرطة أنه تم توقيف سيدة يشتبه بوقوفها وراء عملية إطلاق النار وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الأمريكية عن تبادل لإطلاق النار بين عناصر من الشرطة ومسلح قرب مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية أوهايو الأمريكية نهاية مجز التساعدة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفصل